بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ عقيل طبعاً ما شاء الله لا قوة إلا بالله مميز في سيرته الذاتية وفي طرحه فهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز أيضاً الأستاذ عقيل باحث دكتورة في التسويق السياحي ومدرب في التسويق وإدارة الأعمال والمهارات الأساسية مدرب معتمد في كل من السعودية وأمريكا وبريطانيا الأستاذ عقيل حاصل على الرخصة الدولية للتعليم العالي ومستشار لعدة شركات سعودية ودولية وعضو بعيادات الأعمال راح يكون لقائنا بخمس محاور فنترك المجال لأستاذنا عقيل تكرماً تفضل أستاذ عقيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لك أختنا على هذه المقدمة الله يسعد مساكم جميعاً وأتمنى من الله أن نطلع اليوم بفائدة خصوصاً بأن هذه الدورة بهذا المسمى بالذات يعني تعني لي أنا شخصياً الشيء الكثير لأن غير أني مطبقها في حياتي أرى أنها شيء مهم جداً وأطمح إلى أن الفائدة تصل وأني أقدر بالنقاشات والحوارات والطرح اللي بيصير أن نغير حياتكم للأفضل بإذن الله رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقلة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم إخواني وأخواتي إدارة الوقت طبعاً أنا في هذه الدورة بالذات تعمت أني أطلب من الإخوان المشرفين بأن الشات يبقى مفتوح مكان المحادثة يبقى مفتوح لأن فيها أبغى أسمع ردودكم فأتمنى أن الصوت أول شيء يوصل في الوقت المناسب يعني ما يكون فيه تأخير في الصوت بحيث أنه ما يكون فيه تأخير حتى في الفعل وردة الفعل مني ومنكم فإذا سمعتوا رقم واحد اكتبوا لي رقم واحد عشان أتأكد أن الصوت يصل بسرعة يعني ما يتأخر ممتاز خلاص وحد يكفي معناته الصوت شغال مصبوط طيب إدارة الوقت لما نقول إدارة الوقت هل فعلياً الوقت يدار؟ هل أنا أقدر أدير الوقت؟ نعم أم لا؟ وهذه يعني لو أقرأ إجابتين تكفيني هل أقدر أدير الوقت أو لا؟ يقول بعض نعم والبعض يقول لا طيب أنا نعم هذا الإجابة المتوقعة لأنه اسم الدورة إدارة الوقت لو ما أقدر أدير الوقت أنت متاعبني وجايبني هنا ليش؟ بس الناس اللي يقالوا لا ليش لا يهمني أعرف ليش أنت تقول لا ما أقدر إدارة الوقت هي تنظيم الوقت يعني نفس فاللي يتفق على تنظيم الوقت الحياة والظروف تديرهم إجابة جميلة أخت نوال أحياناً الوقت يمر وما تقدر تتحكم فيه بالضبط عيوش أو أخت عيوش أو أخ عيوش ما أعرف تقريباً لمس الإجابة اللي أنا أطمح لإيصالها لا يمكن إدارة الوقت اللي يمكن أن يدار هو أنفسنا أنت تقدر تنظم نفسك ترتب نفسك ترتب جدولك ترتب مواعيدك ترتب مهامك ولكن ما تقدر لأن الوقت ليس بيدك أنت ترتب نفسك وجهدك وعملك فبالتالي هذا هو الأساس تعريف الوقت لو بغينا أن نعرف الوقت هو وجود علاقة منطقية بارتباط نشاط أو حدث معين بحدث آخر يعني عندي نشاطين أو عمليتين مرتبطة ببعضها البعض يعني حتى لو يكون الواحد جالس يعني ما عنده ما فيه شيء يسويه هو فعليا جالس يسويه حاجتين هو الجلوس والتفكير الجلوس والبقاء مستيقب الجلوس ومشاهدة التلفزيون مثلا فهي شيئين مرتبطة ببعض نتيجة هذه العلاقة يمشي الوقت فالوقت قد يعبر عنه بالماضي أو الحاضر أو المستقبل الوقت دائما يمشي للأمام لا يقدر يتوقف ولا يتراكم ولا يلغى ولا يبدل ولا يحل المهام والأعمال هي اللي تتراكم وهي اللي ممكن تتوقف وممكن تتأخر ولكن الوقت بحد ذاته لا الوقت مستمر وماشي دائما الوقت بطبيعته يقسم إلى جزئين أساسية أولا الوقت الفعال والوقت الغير فعال الوقت الفعال وهذا المهم اللي نحن نتيجته نطلع بالفائدة المرجوة اللي هو في هذا الوقت الفعال يكون المحتوى الأساسي للعمل يكون طبعا لإنتاج عملية أو إنجاز مهمة هذا الوقت اللي أنت تستغرق في إنتاج هذه العملية أو هذه المهمة بغض النظر عن أي أوقات راحة أنت تأخذها هذا هو الوقت الفعال بينما الوقت الغير فعال هو يكون نتيجة قصور في إدارة مهامك أو عيوب في إدارة المهام أو افتقارك للتخطيط أو التوجيه أو التنسيق كل هذه يكون نتيجتها الوقت الغير فعال حديثنا اليوم كله عن هذا الوقت الغير فعال لأن الوقت الفعال اللي يتم في إنجاز الأعمال ممتاز لا تعدل فيه شيء بالعكس استمر بس الوقت الغير فعال هذا لأنه هو اللي يعطلني عن إنجاز المهام أو محاولة الوصول إلى الهدف أنا طلبت من الأخوان وأتضح لي أنهم وضحوا وضحوا للجميع بأنه طلبت منكم ورقة وقلم أنا الآن أبغى أعرض عليكم جدول في هذا الجدول فيه عشر عبارات جنب كل عبارة اختيار إما أن يكون نادرا أحيانا غالبا أو دائما وأبغاك تختار واحدة منها يعني النتيجة ما تعني لي أنا شيء أبدا النتيجة ما تهمني أنا أنا أبغى أوصل لك أنت فائدة معينة فكل واحدة من هذه العبارات أبغاك بينك وبين نفسك تحط جنبها إما نادرا أحيانا غالبا أو دائما أبغاك إذا ممكن يعني خلينا نرقمها أحسن عشان يعني يسهل عليك الكتابة لأنه أنت ممكن تصور الشاشة بس أنا الآن ححطها على الشاشة أنت تقدر تحط رقم واحد إجابتها رقم اثنين مثلا اللي هي أحيانا رقم اثنين إجابتها واحد رقم ثلاثة إجابتها اثنين أنت يجاوب عليها وحنرجع للتفاصيل التمرين بشكل أكثر فأنا طيب واضح ما أدري الأخوان إذا يشوفون مش في الحالة أنا عندي مطالع دقيقة بس ما أدري الأخوان إذا يشوفون هذا الواضح كذا طيب الآن جنب كل فقرة أبغاك تكتب لي الإجابة واحد إثنين أو ثلاثة بحسب الإجابة اللي طالع معك أنا ما عرف ليش ص quieres بحسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أبغاك عندك عشرة إجابات كل إجابة هيكون إجابتها إما صفر واحد اثنين أو ثلاثة اجمع لي الأرقام اللي طلعت معك الأرقام اللي طلعت معك المجموع كامل من صفر يعني من واحد إلى عشرة اجمعها ممكن يطلع نتيجة واحد اثنين خمسة عشرة ثلاثين أي أنك في ناس طلع معاهم ستة نبغى المجموع كامل ترجمة نانسي قنقر 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 الآن الواضح أنه كثير منكم ما شاء الله طلع الإجابة اشتعني هذه الإجابات إذا كانت نتيجتك بين صفر وخمسة عش فيفضل أن تفكر في كيفية إدارة وقتك أو إدارة مهامك إذا كانت من خمسة عش إلى عشرين لا بأس لكن يمكن أن تتحسن إذا من عشرين إلى خمسة وعشرين جيد جدا من خمسة وعشرين إلى سبع وعشرين ممتاز من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين مستحيل أنه أحد يكون إجابته على جميع هذه الأشياء الثلاثة أو عفواً العكس العكس أنا عكستها صح؟ أيوة عكستها أنا أعتذر دائماً هي الثلاثة المفروض العكس والله يغلطت أنا آسف بس أتوقع أنكم سويتوها صح لأن الأرقام أغلب الإجابات نادراً إذن ستكون صفر هذا تمريم بس عشان يعطيك إيحاء على مدى يعني احتياجك لمثل هذه الدورة سنرجع للمحتوى بعد قليل إن شاء الله طيب أبغى أتكلم على الآن نحن تقريباً عرفنا مدى حاجتنا لمثل هذه الدورة طيب خصائص الوقت وهذه مهمة أن يعني المعلومات اللي حقولها عن خصائص الوقت يعني الكل يعرفها الجميع يعرفها بس السؤال هل قد فكرنا فيها أو لا من خصائص الوقت أنه يعني وهذه ميزة أو خاصية يتفرد بها الوقت الوقت لا يوجد شيء أطول منه ولا يوجد شيء أقصر منه الوقت لا يوجد شيء أطول منه لأنه مقياس للأبد وللخلوت الوقت مستمر دائم وهو أطول شيء ممكن وأيضاً لا يوجد أقصر منه لأنه ليس كافياً لتحقيق الاحتياجات أو الرغبات أو الحاجات لا يمكن أن يعمل شيء بدون الوقت وكثير من الناس يتجاهلونه ويعسفون على ضياعة كل شيء قائم في حياتك يدور حول الوقت ولكن كثير من الناس يتغافل عن هذا الشيء الوقت يسير بنفس السرعة والوتيرة اليوم 24 ساعة في كل مكان ولكن الشعور بالوقت يختلف من وقت إلى آخر أو من زمن إلى آخر أو من شخص إلى آخر أحياناً تلاقي نفسك جالس مع أصدقاء مثلاً وتتصور أنه الساعة 9 في الليل والطالة في الساعة تلاقيها الساعة 1 في الفجر هل الوقت فجأة قفل الساعة 9 واشتغل الساعة 1 في أربع ساعات كذا اختفت؟ لا بس الشعور والإحساس أنك أنت مبسوط ويعني سعيد بالجلسة خلاك تحس أن الوقت مشى بسرعة في أوقات أخرى خصوصاً في الانتظار لما تكون تنتظر وتستنى يعني هذه ربما الأشخاص اللي يتابعون كرة القدم بالذات يشعر فيها الشوط 45 دقيقة ولكن لما تكون فائز إحساسك بالوقت أنه يمر ببطء تبقى المرة تخلص بسرعة بس طالع في الوقت ليس جالس يمشي بينما لما تكون مهزوم الوقت جالس يمشي بسرعة مع أنه نفس الثواني نفس الدقائق نفس كل شيء ولكن الشعور فيه يختلف الوقت لا يمكن أن يتغير أو يتحول الوقت هو الوقت والثانية هي الثانية الوقت هو مورد لا يمكن أن يتم تجميعه واللي مضى منه لا يمكن أن يعود أو يعوّع الوقت يختلف عن أي موارد أخرى بأنه لا يمكن تخزينه أو إحلاله يعني إذا أنت بكرة عندك شغل إضافي وشغل زيادة أكثر من اليوم ما تقدر تقول والله أنا اليوم فاضي بأخذ ساعتين من اليوم بحطها في كيس وحطها في الثلاجة إلى بكرة وبعدين أطلعها وأستفيد منها لا يمكن أن يخزن أو يحل الوقت جميع الناس يملكون الوقت بالتساوي الوقت هو الوقت عند الناس جميعاً وهو مورد متوفر للجميع الوقت مورد فريد وبالرغم من كل هذه الخصائص يمكن للوقت أن يسرق ولصوص الوقت كثيرة جداً الوقت هو شيء أو مورد يمكن أن يتم سرقته قرأت أكثر من ملاحظة يقولون أن الصوت يقطع ما أدري الصوت يقطع أو واضح ممكن المشكلة هالمشكلة من عندي في ناس يقولون واضح في ناس يقولون شوي طيب هكمل ونشوف ممكن مشكلة من النت عندكم يعني ما أعرف طيب أنواع الوقت الوقت فيه أربع أنواع أساسية للوقت الوقت الإبداعي الوقت التحضيري الوقت الإنتاجي والوقت الغير مباشر أو الوقت العام الوقت الإبداعي يخصص لعملية التفكير أو التحليل أو التخطيط المستقبلي وهذا يعني يستخدم في كثير من أنواع النشاطات لأنك خلال هذا الوقت أنت ترتب أو تجهز لعملية قادمة وهو مهم لأنه إغفالك لهذا النوع من الوقت قد يعطلك في أوقات أخرى في ناس يقول لك تدفها والحقها زي ما يقولون يعني وأنت تشتغل فكر كيف بتخلص الشغل هذا الوقت اللي أنت استغرقته في التفكير أثناء الإنتاج هذا اللي يعطلك لذلك من المهم أنك يكون عندك هذا الوقت الإبداعي أو التحليلي في البداية أو التخطيطي الوقت التحضيري وهذه هي الفترة اللي تحتاجها وتسبق فيها العمل وقد يستغرق فيها جمع معلومات أو حقائق أو تجهيز معدات أنت الآن جالس تستعد للقيام بمهمة معينة المفروض أنه جميع الأشياء تكون موجودة يعني لو مثلا أبغى أدخل للمطبخ وأسوي العشا مثلا لو أدخل وأطلع الأشياء اللي أنا بستخدمها الإنجريديينت اللي بستخدمها في الطبخ لو أطلعها وحطها قدامي على الطاولة قبل ما أبدأ وبعدين أبدأ حلاحظ أنه في تنظيم في العملية في ترتيب الشيء لما أأخذ أرجع مكانة إلينا انتهي بعدين أرجعها كلها في الدرج غير لما وأنا أشتغل جالس أفتح الدرج وأطلع وأستخدم وأستخدمت لذلك الوقت التحضيري مهم جدا عشان تتأكد أنه جميع الأشياء اللي أنت تحتاجها وتستخدمها موجودة قبل ما ندخل في الوقت الإنتاجي اللي هو ثالث نوع من أنواع الوقت الوقت الإنتاجي هذه الفترة اللي تستغرقها في تنفيذ العمل اللي يتم التخطيط له في الوقت الإبداعي ويقسم إلى وقت إنتاج عادي أو وقت إنتاج طارع أو غير عادي أو غير طارع وكذلك مبرمج وغير مبرمج الوقت الإنتاجي هذا الوقت اللي أنت الآن جالس تقوم فيه بالقيام بالمهام المطلوبة منك لذلك مهم جدا أنك تعرف أثناء هذا القيام بالعمل إيش المهام المطلوبة منك لازم تكون واضحة ومهم جدا أنه أخذت وقتك في التحضير لهذا العمل كل الأشياء اللي أنت تحتاجها موجودة أمامك الوقت قد يكون من أنواعه أن يكون غير مباشر أو عام وهذا يخصص بأي نشاطات فرعية عامة ولها تأثير على مستقبل المنظمة أو على علاقتها بالغير طبعا نتكلم على المنظمات والشركات في هذا الإطار ولكن في الحياة الشخصية أيضا هناك وقت غير مباشر أو عام وهذا يعني الكثير يستهلك في حياته الشخصية أشياء تتعلق بحياته الشخصية سواء كانت يقرأ كتاب أو يتفرج تلفزيون أو يقضيه مع الأصدقاء المفروض أنه مثل هذه المهام لا تقطع عليك وقتك الإنتاجي اللي تنجز فيه ومن مهامنا اليوم إن شاء الله أننا بنوصل إلى طرق واقتراحات معينة وأساليب معينة تساعدك في أنك تحاول أن ترسخ أكبر وقت ممكن لوقتك الإنتاجي طيب من مضيعات الوقت مضيعات الوقت طبعا الأشياء اللي تقطع علينا أو تضيع الوقت أو تسرق الوقت زي ما سميناها قبل شوي أشياء كثيرة وهذه المضيعات أو حرامية الوقت يتغيرون بتغير الظروف والأوقات يعني من الممكن أنت تسوي نفس النشاط بالضبط نفس الشيء تسويه بالضبط مرتين أو ثلاث وفي كل مرة يستغرق منك مدة معينة تختلف لذلك في ظروف معينة في أوقات معينة تمارس فيها هذا الشيء وبناء عليه تطلع بنتيجة مختلفة من ناحية الوقت اللي أنت قضيته في إنجاز مثل هذا العمل نعم في فرق بين التحضيري والإنتاجي التحضيري أنت تستعد للقيام بالإنتاجي التحضيري أنت تجهز الأشياء اللي أنت بتستخدمها في القيام بعملك الإنتاجي الأساسي يعني التحضيري يكون قبل الإنتاجي تجمع فيه معلومات تجهز فيه المعدات مثلا تجهز نفسك ذاتيا وثم الوقت الإنتاجي اللي فعليا تقوم فيه بالعمل النوع الرابع من النوع الوقت هو الوقت الغير مباشر أو العام اللي قلنا أنك تستخدمه في حياتك الشخصية خارج الحياة العملية نعم التحضيري يكون أقل الوقت التحضيري يكون أقل من الوقت الإنتاجي ولكنه يساعد كثيرا في رفع كفاءة الوقت الإنتاجي يعني تحاول أنك تنتج في أقل وقت ممكن إذن مضيعات الوقت قلنا أن نفس الشيء ممكن تسويه أكثر من مرة وكل مرة يختلف من شخص إلى آخر أو من ظرف إلى آخر أو حتى أنت نفسك تسوي نفس الشيء ثلاثة أيام وربعة كل مرة يستغلق منك وقت مختلف فهذه يعني اللي خلاها تزيد مدة الوقت تزيد على نفس النشاط هي أشياء مضيعات للوقت كل شيء تمر فيه في يومك حاضر طيب أنواع الوقت الوقت الإبداعي وهذا الوقت اللي تستخدم يعني تخصصه للتفكير والتحليل التحضيري وهذا اللي تستعد فيه بتجهيز كل ما يلزم ثم الوقت الإنتاجي اللي تقوم فيه بالمهام المهمة المطلوبة وأخيرا الوقت الغير مباشر أو العام وهذا اللي يكون خارج الوقت الإنتاجي ويكون في الحياة الشخصية طيب مضيعات الوقت كل شيء تمر فيه يعتبر مضيع للوقت إذا أنت ما أدركت أنت إيش جالس تسوي الآن يعني إذا أنت جالس ومشغل التلفزيون وأنت مستوعب أنه عندك أشياء لازم تقوم فيها ولكنك اخترت أنك تتابع التلفزيون أنت من تجالس تضيع وقتك أنت مرتبة بطريقة معينة أما إذا عندك مهام معينة وأنت منت حاسب لأحساب ولا أنت حاسب كم بتأخذ من الوقت وجالس قدام التلفزيون بدون أن تعي تماما أنت إيش جالس تسوي هذه هي مضيعة للوقت كل شيء حتى وإن كان من الوقت الإنتاجي يتم توظيفه بطريقة غير مناسبة يعتبر مضيع للوقت إذا أنت منت جالس تسوي المهمة يعني بالطريقة السليمة أو الصحيحة أو دون وعي وإدراك أنت إيش جالس أو كيف جالس تنتج فهي مضيعة للوقت أنت جالس تضيع وقتك في شيء كان ممكن أنك تدرسه بطريقة أفضل وتنتج بطريقة أفضل الوقت لا يضيع من تلقاء نفسه الوقت موهو الحالة يقرر أن يضيع أنت تضيع أنت تختار أنك تضيع الوقت جميع مضيعات الوقت يمكن أن يتم ترشيدها أو إحلال أنشطة منتجة بدلا منها يعني تقدر أنك تتخلى عن بعض الأشياء المضيعة للوقت إذا استوعبتها واستطعت أنك تتخلى عنها تماما من أهم مضيعات الوقت وهذه أبغاء أذكرها مع ذكر الوقت الذي أنت ممكن تستغرقه يعني في تضيع الوقت طبعا الجدول هذا أنا أحاوليكم إياه معي يوضح معدل الوقت الضائع الأسبوعي على دراسة تمت على العديد من الأشخاص ف يعني شوفوا معي التأخر الصباحي عن العمل معدل الوقت الضائع أسبوعيا حوالي 62 دقيقة ساعة المكالمات الهاتفية لأغراض شخصية 35 دقيقة قراءة المجلات المتعلقة بالعمل 50 دقيقة تناول الشاهي أو القهوة 45 دقيقة مراجعة المستشفى 75 دقيقة مغادرة المكتب قبل نهاية يوم العمل 42 دقيقة مضيعات أخرى 123 دقيقة طيب أنا متأكد أنه في بعضكم بيقول بس لحظة أني أقرأ مجلة علمية لها علاقة بتخصصي شيء مفيد أني أروح المستشفى أو أراجع المستشفى شيء مهم كيف يضيع وقتي وأنا أمارس مثل هذه الأشياء هل هي مضية على الوقت نعم هي مضية على الوقت إذا أنت ما عرفت يعني تتعامل معها بالشكل السليم مراجعة المستشفى أنك تروح مثلا عند مستشفى أنت تعلم وتعرف تماما أن هذا المستشفى بمواعيد مثلا وإنت رايح بدون موعد كأنك تقول أنا أروح أضيع وقتي بدل ما تتصل وتأخذ موعد فأنت ضيعت وقتك على شيء غير يعني غير ضروري كان بإمكان تفاديه لو أنت اتصلت وأخذت موعد تروح في موعدك وتدخل مباشرة بس أنت تعرف أنه مثل هذا المستشفيات أو مثل هذه الأطباء لابد أنه يكون بمواعيد قراءة مجلة علمية متعلقة بالعمل فيها فائدة لي نعم بس متى قرأتها هل قرأتها في العمل وقت ما أنت المفروض أنك جالس تنجز عمل أو قرأتها في وقت فراغة قراءتك إياها في وقت العمل معناته أنت جالس تضيع وقتك يعني تخيل أنه الشخص اللي يتعامل أو يستخدم الورقة والقلم كثيرا في عمله قد يستغرق أسبوعيا حوالي ساعتين من الأربعين ساعة ساعتين في المحاولة إيجاد قلم أو ورقة الورقة الصحيحة تخيل أنه ساعتين نضيع منك عشان القلم راح ما يدري فين راح يدور إلى تحت المكتب وجنب الكمبيوتر وتحت اللابتوب ساعتين لذلك الوقت التحضيري لو كان أول ما يبدأ دواما يعطي نفسه عشر دقائق بس عشان يتأكد أنه والله الأقلام اللي موجودة قدام المكتب كلها سليمة أو موجودة في مكانها الصحيح أقلام الرصاص مثلا مبرية الأوراق في مكانها جدولي معروض قدامي هذه العشر دقائق توفر عليك شيء كثير جدا ووقت عالي أنا يعني هذه هذه مهمة أرجو أنه تقومون فيها ولو ليوم واحد لمدة 24 ساعة أطلب منكم شخصيا بينك وبين نفسك سويها بس لمعرفة يعني كيف تقضي يومك وهي تسجيل الوقت الأشخاص بطبيعة الحال يجهلون المشاكل اللي هما يقعون فيها فيما يتعلق بإدارة الوقت أو إدارة المهام اللي يقومون فيها لذلك أنا أطلب منك أنك يوميا أو خلال يوم أو يومين وراء بعض عشان تتأكد من مدى دقة الأرقام اللي أنت استخدمتها أعرف يومك كيف تقضي يعني يوم تجلس قدام التلفزيون شغل الموقت بس ورمي الجوال العادي خلاص قضي وقتك قدام التلفزيون بشكل طبيعي أو أطلب من أحد أنه يسويها لك إذا جيت تستخدم الجوال لأغراض شخصية وليست مهنية يعني سوي نفس الشيء لما تبدأ في عملك الرسمي سوي الشيء هذا لما تتوقف عشان تأخذ قهوة تأخذ بريك قهوة ولا تروح تشرب موية وقف وحسب الوقت هذا إذا رأك يعني بعد ما تشوفها هتدرك المشاكل اللي أنت جالس وقتك فين جالس يضين إذا عرفت هذه المشاكل تقدر تحلها نصف حل أي مشكلة هو معرفة المشكلة أولا واكتشافها لذلك أحيانا تلاقي الواحد يقول أنا يومي ينتهي وشغلي ما يخلص وأنا يعني ما سو يعني ما ما استهلكت وقتي في شيء غير مفيد لما تجي يراجع نفسه أو يسوي مثل هذا الشيء يكتشف أنه يضيع ساعة ونص على تويتر هو ما كان مستوعب أصلا أنها ساعة ونص هو كان يرى في تصوره أنها ربع ساعة ما ترى بس يدوب فتحت قرارة لي تغريدتين وخرجت يومي يحسبها هيكتشف أنها ساعة ونص لذلك مهم جدا أنك تعرف وين يضيع وقتك عشان تقدر تتفادى مثل هذه الأمور لا حاسب نعم صدقتي صدقتي نعم كلام سليم ولكن المهم أيضا أنه حتى في حياتنا الشخصية خارج أوقات الدوام يعني مهم أنه وقتي ما يضيع في أشياء خارج الفائدة الشخصية هذا اللي برضو نحاول أن نوصل أنه الوقت مهم حتى في حياتك الشخصية في أسئلة مهمة حعرضها لكم بعد ما أنتهي منها بعد ما أنتهي منها حعرضها للي يبغي يصور الشاشة مثلا عشان بعدين يرجع يجاوب عليها بين وبين نفسه ولكن أبغى أتطرق لكل واحد فيها يعني الوحدة الأول ما هو الوقت الأكثر انتاجية في يوم عملك ولماذا والسؤال الثاني ما هو الوقت الأقل انتاجية في يوم عملك ولماذا لما أقول الوقت الأكثر انتاجية في ناس يعني ممكن أعطيه نفس المهمة نفس المهمة في حل مثلا كلمات متقاطعة يعني حل شيء بسيط يعني يأخذ منك في العادة بين عشر دقائق إلى ربع ساعة مثلا تلاقيني أعطيه هذه الكلمات المتقاطعة أول مما يصحى في الصباح وأقول له حلة تلاقي حلة في عشر دقائق بينما أعطيه نفس يعني نفس الفكرة كلمات متقاطعة قبل ما ينام في الليل يجلس فيها ثلث ساعة أو إلى خمسة وعشرين دقائق لذلك نفس أشخاص آخرين قد يكون العكس تماما تلاقي أول ما يصحى يجلس فيها ساعة إلى ربع وقبل ما ينام يحلها في خمس دقائق مهم جدا أنك تعرف متى وقتك الشخصي اللي تكون فيه أعلى إنتاجية متى هو الوقت اللي يكون مخك مركز فيه عشان تقدر تنجز فيه هذه الأعمال فيه ناس ما يقدر ينجز إلا آخر الليل لغربة الشمس بدأ مخه يصحصح ويحل ويجاوب ويعرف ويستنتج فيه ناس كذا وفيه ناس العكس تماما فيه ناس أول ما يصحى يحب أن يخلص شغله وينجز لأنه فعلا يشعر بأنه إنتاجية أعلى حاول أنك تعرف متى هذا الوقت بالنسبة لك متى وقتك الأعلى إنتاجية وإذا عرفت ابدأ وجه الأعمال الأكثر أهمية أنك تنجزها في هذا الوقت بينما إذا عرفت متى وقتك الأقل الإنتاجية تجنب أنك تعمل فيه أيضا من الأسئلة المهمة ما هي المقاطعة التي حدثت معك اليوم وتعتبر من أكثر مضيعات وقت عملك إيش الأشياء التي قاطعت عليك قيامك بالعمل ويعني تعتبر من الأشياء الأكثر مقاطعة أو مضيعة لوقتك لا تحاول أنك تحل أو تحل جميع مضيعات الوقت من كلها مرة واحدة اعرف إيش أكثر شيء يضيع وقتك فيه وحله ثم انتقل للتالي ثم انتقل للتالي بعد ما تحل كل واحد فيها المهم أيضا لما نقول إذا عرفنا وش هي الأشياء اللي تقاطعني أو تضيع وقتي اعرف وش الأسباب اللي تخليني أسمح لهذه الأشياء بأن تقاطعني في ناس ما عنده القدرة وهو في عمله لما يجيه زميل أو صديق ويكلم شخصيا أنه يقول له والله أنا آسف عندي شغل أخلصه وأجيك أسولك معك في ناس ما عنده القدرة أن يسوي الشيء ذلك فإذا هو يعترف بأنه شيء من اللي قاطعه هو هذا الشخص اللي جاي يسولف معاه طيب وش السبب؟ السبب أنه أنا ما أقدر أقول يعني أعتذر ما أقدر أصولف معك لأني مشغول يستحي هو معترف بهذه المشكلة طيب كيف ممكن يلاقي لها حل حط ورقة على باب مكتبك أو جنب المكتب حقك بأنه أرجو عدم المقاطعة أثناء وقت عملي ولا في بعضهم يحط زي الصندوق عند الباب يقول عندك سالفة أكتبها وحطها في الورقة وأنا إذا أفضيت أشوفها يحاول يجد حلول بديلة هل يعتبر من التكاسل عدم قدرة على إتقان عملين مع بعض بالذات مهام العمل والدراسة لا ليس ليس تكاسل أبدا ليس تكاسل هذا أولا في ناس عندها القدرة أن يسوي أكثر من شيء في نفس الوقت وفي ناس ما يعني مبرمج على إتقان شيء معين حتى ينتهي منه لما نتكلم على موضوع العمل والدراسة هي شيئين متساوية في الأهمية وفي درجة الإتقان الواجبة فمن يعني ليس تكاسل أنك تقول والله أنا ما أقدر أركز على واحد أو على الاثنين مع بعض لأنه أصلا الاثنين لها نفس الأهمية فبالتالي عادي أنك تركز على واحد وتنجزه ثم تنتقل للآخر لكن مهم أيضا أنه هذا الإنجاز يتم على مراحل يعني بدل ما تقول أنا عندي هذا المعامل كلها لازم أسلمها وعندي بكرة اختبار لازم أذاكره كله في الكامل حاول أنك تجزئها حتى تشعر بالإنجال يعني الدراسة الاختبار المادة هذه عبارة عن أربع أفصول إذا نقسم فكرة الدراسة في مخي إلى أربع مراحل بحيث أني يوم أخلص النص أنظر والله أنا خلصت خمسين في المئة باقي لي خمسين أنا خلصت خمسة وسبعين في المئة باقي لي خمسة وعشرين المعاملة أنجزت ثلاثين في المئة منها باقي منها سبعين لما أقسمها في مخي وأنظر لها بهذه الطريقة بأنه في نسبة معينة أنجزت تشعر بالإنجاز ويعطيك يعني تحليل أكثر لوقتك وكم قضيت في أنا والله استغرق ثلاث ساعات عشان أخلص مذاكرة خمسين في المئة معنى تحتاج تقريبا ثلاث ساعات عشان أنجز الباقي فيعطيك إيحاءات إيجابية على مدى إنجازك لوقتك إنتاج العمل بجودة تعود المسؤولية الذاتية بغض النظر عن مناسبة الوقت نعم إيوة بس أنا أنجاز تكلم على فائدتك الشخصية أنا مهم بالنسبة لي أني أنجز الشيء بجودة عالية أكيد هي تحمل مسؤولية وهي يعني أمانة وضعت في يدي بس برضا شيء مفيد لي أني أعرف متى أفضل وقت أنجز فيه عملي عشان أقدر أديها بالطريقة السليمة من النوم أكثر من 8 ساعات مع أنه لدي مهام كثيرة وأشعر بقلة الإنجاز النوم أكثر من 8 ساع طيب النوم علميا طبعا يقولون بأنه 8 ساعات يوميا هي الساعات اللازمة إذا تسمحوا لي الأخت هاجر لسألة السؤال إذا تسمحيني بعد في النهاية أبغى أتكلم على موضوع النوم 8 ساعات هذا فإذا ممكن أرجع يسألي في النهاية لأنه فيه تفصيل أكثر أو أرجع بس شمانضي عن المحتوى الأخت روان حجاوب الإجابة السؤال حتكون ضمن الشرائح القادمة أعطوني فرصة بس فأرجع للأسئلة اللي ممكن أنها تساعد إيش الأنشطة اللي ينبغي أن يخصص لها وقت أقل وإيش الوقت اللي أحصل فيه على نتائج مقبولة في وقت قليل إذا عرفت إيش المهام اللي تستغرق مني وقت كثير أبدأ أحاول أني أأجلها لأنها أصلا المفروض ما تأخذ مني أكثر من ربع ساعة عندما تخلصها في ساعة المفروض أني أجنبها وأقسم المهام بحسب الأهمية وليس بحسب الوقت المستقر ما هي الأنشطة التي ينبغي أن يخصص لها وقت أكثر مهم جدا أني أعرف بشي الأشياء اللي أنا ما أعطيتها حقها من ناحية الوقت اللي أقضيه فيها هذا الوقت قد يؤثر على جودة الإنتاج أيضا الأنشطة التي يمكن أن يتم تفويضها إيش الأشياء اللي ممكن أخلي شخص آخر يقوم فيها والمهم لمن لأنها في أشياء قد تضيع من وقتي وأنا لأني أقوم فيها وهي شيء يمكن أن يتم تفويضه إلى شخص آخر للقيام به إذا قدرت تعرف إيش المهام هذه اللي أنا ممكن يعطيها شخص آخر يقوم فيها بحيث أنه جودة النتيجة لا تقل المفروض أني أقوم بتفويضها فعلا الآن لو افترضنا لو افترضنا خليني أحط مبلغ وأكون دقيق فيه يعني ما بقول 100 ألف ريال ولا بقول 50 ألف ريال أبغى أقول مثلا لو أعطينا أي أحد فيكم 86 ألف ريال وأربعمية أنا أكتبها في الشات عشان 86 ألف ريال وأربعمية وأقول إصرفها بالكامل بدون أن يبقى منها أي ريال أي شيء يبقى منها فحاخظه منك فإيش تتوقع أنك تصرفها فإيش ممكن تصرف هذا المبلغ 86 ألف ريال وأربعمية مشروع تطوعي جزاك الله خير ممتاز قيمة سيارة كاش في الضبط في الأشياء المهمة استثمار فائمة بالضروريات سفرة حلو إجابات كلها جميلة سيارة بناء مسجد خصوصا استثمار عقاري سيارة وشنطة مشروع تجاري الدخار ممتاز إجابات جميلة جدا طيب الرقم هذا 86400 اللي أعطيتك من باب للطاقة أنا جبت اخترات الرقم تتوقع من أين جبته شكلك لا من أين جبت الرقم طيب أين ألفت الرقم هذا رصيدي يا الله يرزقني 86400 هو عدد الثواني الموجودة في كل يوم كل يوم أنت عندك 86400 الرقم تتصور أنه عادي يعني قد يكون يعني قد تنصدم إذا عرفت أنه أنها 86400 كثير كثير طيب السؤال السؤال المهم الفرق تخيل تخيل خليني بس عشان أطلع الرقم مزبوط نعم تخيل أنه المليون ثانية الآن نحن قلنا 86400 هي يوم كامل تخيل أن المليون ثانية حوالي 11 يوم المليون ثانية 11 يوم طيب المليار ثانية بدون ما تحسبون أرميلي كذا توقع لو قلنا أن 11 يوم مليون ثانية 11 يوم كم تكون المليار ثانية مية يوم عشر أسنين بأخذ إجابة زيادة واحدة وبعدين أعطيكم الصدمة ثلاثة أشهر المليار ثانية عبارة عن 31 سنة 31 سنة وبعدين نرجع على رواقة وحسبها كلمة كلمة ثانية هذه هذه يعني الدورة هذه أنا قدمتها كثير كدورة تفاعلية مع مجموعات يعني أكون فعليا موجود في القاعة معهم وأقسمهم إلى جروبات وأطلب وأطلب من كل جروب أن أنت يا الجروب يدفع 20 ألف نشتري جوالات وبعدين بندفع 16 ألف مثلا في تذاكر طيران وبندفع مثلا 12 200 ريال في فنادق في دبي مثلا تلاقيهم قسموها إلى يبقى مثلا 300 ريال أو 350 ريال قالوا هذي بنطلع نتعش فيها الليل قسموها إلى آخر ثاني لما أجي أشوف المهام هذه في بعضهم يقول والله أنا أبغى أشتري هدية الأهلي واحد يقول أنا أبغى أتبرع فيها واحد يقول كذا واحد لما تجي تنظر للأشياء اللي صرفوا فيها في أشياء مهمة في أشياء أساسية لو يمكن الاستغناء عنها في أشياء عادي لو عشت بدونها في أشياء ممكن أني أأجلها إلى أني أجيني فلوس ثانية واشتريها الآن أصبح طريقة التحليل عندهم غير صار ينظر للأشياء بطريقة مختلفة في أشياء فعلا أنا أقدر أأجلها إلى أني يكون عندي وقت فاضي واسويها في أشياء لا بد أني أنجزها الآن في أشياء مهم جدا ما ينتهي اليوم إلا أنا منجزها بس متى على حسب وقتي بس لازم اليوم أنجزها علشان كذا أنا أعطي المبلغ أنت تنظر له بطريقة معينة بس بعدين نجي نحل له مع بعض ونكتشف أنه هذا عدد الثواني في اليوم هتلاقي العملية مختلفة تماما جزاك الله خير الله يحفظ طيب أبغى أشغل مقطعين فيديو وربعة عشان أشرح بشرح الأول الثاني بالعربي بالكامل بس الثاني بالعربي بس الأول في جزء انجليزي فأنا أبغى أوضحه لكم قبل ما نشوفه بعدين نشوفه سوا في أحدى دور السينما في هونغ كونغ طلبوا من جميع الحضور اللي بيدخلون السينما أنهم يبقون أجهزتهم بنوصل للجدول حاضر بنوصل للجدول طلبوا من جميع الحضور أنهم يخلون جوالاتهم على العام في العادة وانت داخل السينما يقول لك لو سمحت تطرق جوالك ولا حولها الصمت شاء ما تزعج الناس هذولا طلبوا من الناس أنهم لو سمحتوا خلوا جوالاتكم عام لا تقفل جوالك ولا تطفي خليه نبغى يطلع صوت إذا أحد اتصل ولا أرسل دخلوا الناس بعد الدخول عن طريق جهاز الوايرلس أو الواي فاي أرسلوا رسائل لجميع الأشخاص اللي موجودين في القاعة في نفس اللحظة فتخيل الصوت كله في القاعة طلع الجميع التفت كل أحد قام يطالع في جواله إيش اللي صار خلونا نشوف أحسن بعدين نرجع نناقش الفيديو شوي إذا الصوت مواضح أو صورة أرجوكم بلغوني اشتركوا في القاعة 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 إعلان طبعاً من شركة Volkswagen بالضبط بس السؤال كم عدد الثواني اللي الواحد شال عينه من الشاشة اللي كان يتابع فيها للجوال عشان يطالع في الرسالة كم خذت منه ولا ثانيتين ثلاث ثواني خمس ثواني إذا مرة كثرت طيب شفت كيف فرقت معه الخمس ثواني هذه كحد أقصى قد تؤدي إلى وفاة خمس ثواني فقط فعلاً شيء شيء جداً قليل جداً منخفض بس هذه أنا حبيت أن أوري هذا الفيديو أولاً لأنه فيه رسالة توعوية جميلة ثانياً لأنه يوريك قد إيش الثانية مهمة الثانية تفرق الثانية تخلق فرق فعلاً قد توجد فرق لذلك مهم جداً أنه نعرف الثانية فين تروح يعني الآن وإنت راجع البيت ولا وإنت رايح البيت هتلاقي أحد يتصل فيك مثلاً يقول لك فينك تقول له دقيقتين وأنا عندك أول ما تكفل أرجوك حط عينك على الساعة وشوف كم بيأخذ منك الوقت أنا أوعدك أنها ما تكون دقيقتين هتكون أكثر الإحساس بالوقت يختلف الثواني الإحساس بالثواني يختلف لأنك أنت عارف الطريق من عندك إلى البيت وتراها قريبة جداً فتقول له دقيقتين لأنك تشوفها قريبة بس فعلياً المسافة تأخذ وقت أخوي باسم اللي أصغر مني يتفاجأ يوم يسألني يقول لي مثلاً خفينك أقول له جايكم البيت يقول لي كم يبغى لك أقول له 19 دقيقة أو 17 دقيقة يقول لي أحسب لك أقول له أحسب وأتذكر ليست مرة واحدة أكثر من مرة أجي أدخلها أجي جالس في الدرج يقول لي بالدقيقة بالضبط 17 دقيقة بالضبط 22 دقيقة زي ما قلت من فين هذه يعني جبتها يعني وراثة أخذتها مثلاً إذا أحسست بالوقت وعرفت المشوار اللي أنت دائم تروحه في العادة كم يأخذ مع وجود تأخيرات مع وجود حوادث لقدر الله مع وجود زحمة معينة الوقت اللي أنا بأطلع فيه إذا كان عندك إحساس بكل هذه الأشياء تقدر تصير أفضل من كده برضه يعني كنت أتذكر يوم أطلع الصباح أنا وزوجتي وأوديها الدوام كنا إذا طلعنا الساعة ستة وعشر دقائق تمام الساعة سبعة وخمستعشر دقيقة بالكثير بالكثير أكون وديتها دوامها ووصلت الجامعة أنا في ساعة وخمس دقائق مع أنه المشوار ماهو قريب يعني بس أنه تعرفون زحمة الصباح إذا خرجنا الساعة ستة وخمستعشر دقيقة وخمستعشر دقيقة أوصل الجامعة الساعة ثمانية إلا ربع أو ثمانية يفرق ثلاثين دقيقة إلى خمس واربعين دقيقة تأخير خمس دقائق في الصباح بس السبب لأن كل الناس تطلع في نفس الوقت كل الناس يشوف أنه المشوار من هنا إلى المدرسة أولادي من هنا إلى دوامي ثلث ساعة إذا بطلع قبل الدوام بثنين وعشرين دقيقة وقت جوالي قبل الدوام بخمس وعشرين دقيقة أصحى غسل ألبس واطلع الناس كلها تخرج في نفس الوقت فجربناها مرة مرتين اكتشفنا أنه فعلا تطلع قبلها بخمس دقائق بس توصل فرق يعني ثلاثين إلى خمس واربعين دقيقة فبسيطة الموضوع خمس دقائق بس عادي أصحى قبلها بخمس دقائق في المقابل الخمس واربعين دقيقة أو نص عادي الفرق أقدر أوصل دوامي وأقضي فيها شغلة أقدر أنجز فيها شيء معي الثواني تفرق طيب مقطع ثاني أبغى شاركه معكم وهذا ما حتكلم عليه أبدا ولا حعطي عنه أي تفاصيل كلام كله بالعربي وواضح ولكن يعطينا إيحاء واضح بأن الثواني تفرق نتفرق سواء أهلا بكم في هذا المقطع سنجيب عن سؤال واحد سؤال يمكن أن يكون غريبا قليلا لكنه يستحق المحاولة ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران لاثنتين واربعين ثانية ثم انطلقت مرة أخرى لنبدأ إذا توقفت الأرض عن الدوران فجأة لا يعني أن كل شيء سيتوقف فالغلاف الجوي سيستمر في الدوران أتعلمون ما الذي يعنيه ذلك سيتسبب ذلك في تطاير كل ما هو غير ثابت بسرعة هائلة هذا التطاير سيؤدي إلى موت مليارات البشر في غضون ساعات قليلة حيث سيندفع الجسم البشري كالرصاصة وسيتحول تأثير الرياح على سطح الكوكب إلى ما يشبه تأثير انفجار القنبلة الذرية وستشكل هذه الرياح عواصف وحرائق لم يسبق لها مثيل تشمل العالم بأسره وفي نفس الوقت سيزول المجال المغناطيسي للأرض مما يعرض أجساد الباقين على قيد الحياة إلى جرعات هائلة قاتلة من الإشعاعات الأيونية السرعة الهائلة التي تدور بها الأرض تجعل المحيطات ثابتة في مكانها منذ ملايين السنين إلا أنه مع توقف الأرض ستغمر فيضانات هائلة من مياه المحيطات معظم اليابسة على كوكب الأرض ومع توقف الأرض عن الدوران سيطول النهار إلى ستة أشهر كاملة والليل إلى ستة أشهر كاملة 1600 كم في الساعة هي سرعة دوران الأرض وفي حال توقفها فسيقذف أي شيء على سطحها بنفس السرعة لتتخيل الموقف جيدا تخيل أنك تسير بسيارتك بسرعة 50 كم في الساعة والتي تمثل السرعة المقبولة في العديد من المدن حول العالم ثم ضغط المكابحة بشكل مفاجئ فستقذف إلى الأمام بنفس سرعة السيارة شيء آخر نعلم جميعا أن شكل الأرض بيضاوي وهذا رجع إلى سرعة دورانها وإذا ما توقفت فستعود تدريجيا إلى الشكل الكروي هذا سيخلق فوضى عارمة في التكوين الجيولوجي للأرض وحتى الكطبين الشمالي والجنوبي سيتم غمرهما بالماء ويتحولا إلى محيط لكن وإذا كنتم تتذكرون فلقد قلنا أن الأرض ستتوقف الـ 42 ثانية فقط ليس كذلك وهذا يعني أنها ستعود للدوران مرة أخرى ما سيحول دون اكتمال كل التحولات التي تحدثنا عنها من قبل لكن لا نخفي أنه ستحدث العديد من الكوارث الجوية الكبيرة حتى وإذا لم تكن بالشدة التي يمكن أن تكون إذا توقفت الأرض لأكثر من دقيقة بالرغم من هذه المعلومات المرعبة تطمين وكالة ناس البشر بأن إمكانية حدوث أمر كهذا تصل إلى نسبة 0% في غضون عدة ملايين من الثنين المقبلة إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة طيب يعني الخرضية تقول لو توقفت الأرض عن الدوران 42 ثانية فقط إيش اللي ممكن يصير الدنيا بتتلخفض كذا على ضلاطة يعني سبحان الخالق كل شيء خلقناه بقدر هذا يعطيك إيحاء مهم جدا على الثانية وقيمة الثانية الثانية كيف ممكن أنها فعلا تحدث تغيير في حياتك طيب تحليل الوقت الآن أنا أبغى أعرض عليكم جدول مهم جدا وأرجو أن الجميع يصور الشاشة وحخليه معروض أثناء الشرح للي ما يقدر يصور الشاشة ممكن أنه يعني من الورقة والقلم يرسم الجدول نفسه ويعني يرجع له بعده طيب في هذا الجدول مهام مهمة جدا وأساسية فيما يتعلق بطريقة فهم العمل أو القيام بالعمل كل شيء نحن نقوم في إما أن يكون مهم أو غير مهم أو يكون عاجل أو غير عاجل كل شيء في حياتنا يندرج تحت واحد من هذه المربعات لو قلنا الأشياء العاجلة والمهمة شيء عاجل ومهم مثلا طفل يبكي اتصال مثلا أحد الوالدين تقرير مهم يجب أن يسلم اليوم هو شيء مهم وأيضا شيء عاجل لا بد أن تفعله الآن الشيء الغير عاجل ولكنه مهم يعني شيء مهم له درجة أهمية عالية ولكن ليس من الضروري القيام به الآن مثل الإجازات الجلسات العائلية التدريبات الرياضية أشياء كلها مهمة ولكن أشياء ليست عاجلة ما هو لازم تنجيزها الآن هذه خطط لها خطط لها يعني حطها في جدولك حطها في حساباتك حدد لها وقت معين تقوم فيه أشياء عاجلة هنا عاجلة ولكنها غير مهمة هذه مررها لغيرك أعطها غيرك يقوم فيها تحميل فيديوات ترتيب مكتبة أو غرفة الرد على بعض الإيميلات من عملاء مثلا أو أشخاص آخرين هذه فوضها قم بتفويض هذه المهام إلى غيرك الأخيرة الغير عاجل وغير مهم احدفها كما أقول احدفها يعني احدفها من وقتك المهم لما يكون عندك وقت فراغ والجدول المتبقي فاضي ما فيه شيء تسويه إذن توجه لهذا المربع الأخير منها شهدة الأفلام تصفح حساب التواصل الاجتماعي يعني لرغبات داخلية أو شخصية هذا الجدول إذا قدرت أنك ترتبه في مخك وتعرف إيش الشيء المهم وإيش الشيء العاجل وإيش الشيء الغير عاجل وإيش الشيء الغير مهم كل هذه أشياء بتساعدك في أنك ترتب وقتك بشكل أفضل انتبه ثم انتبه ثم انتبه من المربعين هذه هل إذا حركت الماوس يبان عندكم الثنين هذه الثنين اللي في الزاوية اللي هي غير عاجل ومهم وعاجل وغير مهم الثنين هذه انتبه منها السبب إذا كان الشيء مهم ولكنه غير عاجل مهم ولكنه غير عاجل وما أعطيته أهمية ما حطيته في جدول كونستيته لأخبطته خليته ما أعطيته أي اهتمام حتى تفاجأ أنه فجأة صار عاجل ومهم انتقل تماما إلى المربع آخر وهذا قد يؤثر على النتائج يعني مثلا لما يكون عندك إجازة الإجازة هي شيء مهم ولكنها شيء غير عاجل إجازتي ما هتبدأ الآن إجازتي تبدأ بعد شهر ولكني ما خططت لها بالطريقة السليمة تركتها نسيتها خلاص عندي إجازة وخلصنا لما تقرب الإجازة تصير الإجازة بكرة هتفاجأ أنها انتقلت وأصبحت شيء عاجل ومهم بس أنا ما خططتها ما خططت لها لذلك بدل ما أنا أقدر أني أسافر جدة مثلا ما عاد أقدر لأنه الفنادق امتلت تعبت ما في حجز ما أقدر تلاقي طيران مثلا المهم وغير العاجل قراءة الكتب يعني من باب ترفيهي من باب رغبة شخصية وليست في صلب العمل نعم صدقتي صحيح لذلك مهم أنك ترتبها وتجدولها بالشكل السليم وتخطط لها وتضعها في جدول المربع هذا اللي هو العاجل وغير المهم اللي أقول لك قم بتفويضها لازم أنك تختار الشخص الصحيح للتفويض لو أنت قمت بتفويض مثل هذه المهام إلى أشخاص ليسوا كفو أو ما عندهم قدرة على القيام بالمهام زي ما أنت تطلع لها حتى تفاجأ أن الموضوع انتقل فجأة وصار عاجل ومهم لازم أنت اللي تنجزها وتنجزها الآن شيء عاجل هو أصلا عاجل ولكن لأن الشخص المعني لم يقم بها بالطريقة السليمة انتقلت وأصبحت شيء مهم جدا لذلك انتبه من هذه المربعين وحاول أنك تفويض للأشخاص الصحيحين وكذلك تخطط للأشياء بشكل سليم وتوعها في جدولك بشكل سليم حتى لا تنتقل وتصبح عاجل ومهم لو انتقلت وأصبحت عاجل ومهم في نفس الوقت حتى تفاجأ بأن النتيجة أصبحت يعني قد يعود هذا على النتائج بالسلم المشكلة اللي يعانيها الكثير فيما يتعلق بالتخطيط هو أن ما نعطي أنفسنا الوقت الكافي للتخطيط في المهام في حياتنا المهام الرئيسية في حياتنا لا نعي خطورة هذا الشيء إلا بعد مرور وقت تجاوزنا الفترة المفروض أني أخطط فيها فهذا يعود أكيد على النتائج لابد أيضاً فيما يتعلق بوضع إطار مسبق للوقت أخت هاجر ممكن تسأليني برضو بعدين على هذا الموضوع وأنا أعطيك نصائح فيما يتعلق بطريقة القيام بمثل هذه الأشياء لازم في خلال خطتي أني أحدد متى وكيف أسوي الأعمال إيش الأولويات الأولوية لمن وكم الوقت المسموح للقيام بأي عمل حتى أقدر أني أخطط لها بطريقة ممتازة حتى أستطيع أن أدير وقتي بطريقة فعالة لازم يكون عندي قدرة على التنفيذ الفوري لأنه أحياناً المهام تتطلب القيام الفوري والاتخاذ القرار الحالي القدرة أيضاً على التفويض دعم وتشجيع الأشخاص اللي يقومون بالمهام نيابة عنك أو قمت بالتفويض لهم أي مهمة ترى أنها مستحيلة أرفض القيام بها من بدري لأنك لو أنت مؤمن بأنها مستحيلة ثم بدأت وحاولت وحاولت وما قدرت ووقتك ضاع وما أنجزتها لذلك الشيء اللي تراه مستحيل من بدري حاول رفضه أو توجيهه للأشخاص المناسبين لازم يكون عندك إحساس عالي بالوقت لازم تكون مستوعب الوقت اللي تقضيه في القيام بمهام معينة وهذا تكلمنا عليها قبل شوية كيف ممكن أنك تستوعب هذه الأوقات حاول أن تعطي أوقات معقولة لكل مشروع تقوم فيه أو عمل تقوم فيه من الأسس الرئيسية في عملية إدارة الوقت هي أولا أنك تستوعب بأن هذا الموضوع مهم فيه ناس يقول لك هذا الموضوع جانبي ثانوي يا أخي أنا عايش طول عمري وقدر أنجز بدون ما أردت بوقتي معناته الكلام اللي أنا جال سأقوله وكله يدخل من جهة ويطلع من جهة ما يعنيه أي شيء بس إذا أنت استوعبت مدى أهمية هذا الشيء هي هذه الخطوة الأولى للقيام بفعليا إدارة المهام لإنجاز الأعمال في الوقت المناسب لا تحاول أنك تنسب أي فشل في إدارة الوقت للناس أو للظروف اللي حولك يعني فيه الأخت اللي قبل شوي قالت حاولت لكني ما قدرت ما قالت هو كان السبب حملت نفسها الخطأ وهذا الصحيح نحن نتحمل أسباب عدم قدرتنا على إدارة الوقت الخاص فينا في مفهوم وهو المفهوم السمارت طبعا سمارت كلمة معناها ذكي بس هذا المفهوم سمارت كل حرف من هذه الكلمة مأخوذ من كلمة معينة تساعدك في معرفة تحديد الأهداف أو طريقة صياغة الأهداف السمارت الأس يعني specific محدد measurable قابل للقياس achievable قابل للتنفيذ واقعي realistic R و T time محدد بوقت سوي share عشان تشوفونه معايا بردو إذن الأهداف اللي أنا أضعها لنفسي لابد أن تكون محددة لازم يكون الهدف واضح بالنسبة لك لازم تكون مستوعب الهدف اللي أنت تضعه ويكون محدد يعني خليني أشرحها كلها بعدين أعطي ميثال قابل للقياس شيء يمكن لك أن تقيسه عندك قدرة على قياس الاختلاف اللي بيصير قابل للتنفيذ شيء واقعي ويمكن تنفيذه أو أو شيء يمكن تنفيذه ليس واقعي من ناحية الواقعية ولكن شيء قابل للتنفيذ يعني يمكن لأي شخص أن يقوم فيه شيء ممكن أن يقام فيه واقعي يعني منطقي بمعنى صح ومحدد بوقت يعني لو أبغى أقول مثلا أنه هدفي أني أنا أنزل 15 كيلو خليني أرجع شوي لو قلت هدفي أنه أنا أنحف هل الهدف محدد غير محدد إذن لن يكون هناك أي يعني قدرة على الوصول لهذا الهدف لأنه غير محدد أنت نحفت الآن ولا أنحفت بكرة ماذا هو خلاص هدف وخلاصنا لا الهدف لازم يكون محدد أني أنقص 15 كيلو هل هي قابلة للقياس؟ نعم قابلة للقياس هل هي قابلة للتنفيذ؟ إي وممكن هل هي واقعية؟ هل هذا الشيء ممكن أن يقوم فيه أي شخص؟ نعم هو واقعي ومنطقي هل هو محدد بوقت؟ لا إذن ليس هدفا لأنك تجيني بعد 30 سنة تقول لي ها نزل 30 كيلو أو 15 كيلو وقول لك لا يقول طيب أنت فشلت في هدفك تقول لا أنا ما فشلت لأنني ما حددت الوقت إذن هو ليس هدف أصلا لابد على الهدف أن يكون واقعي محدد بوقت قابل للتنفيذ قابل للقياس ومحدد يعني أقول أنا أبغى أنزل 10 كيلو خلال سنة مثلا إذن أنا الآن وضعت هدف لنفسي أقدر كل شهر أقيس وأتأكد أنه أنا جالس أنزل أو لا مع نهاية السنة أقدر أنا أقيم هل أنا فعلا أحقق الهدف اللي أنا أبغى أوصل له أو لا مهم جدا أنك تعرف هذا المفهوم وتستوعب الأهداف اللي أنت تباعها لنفسك بأنها تكون ضمن هذا الإطار أو إطار السمارت الأهداف لا بد حتى تتمكن من تحقيقها أن تكون إيجابية وشخصية وممكنة لك شخصيا في أشياء يمكن لغيرك القيام بها ولكن أنت ما تقدر في المقابل في أشياء الناس لها قدرة على قياة أو عدم القدرة على القيام بأشياء أنت عندك القدرة على القيام بها تحديد الأولويات لازم ومهم جدا أن تقوم بتحديد أولوياتك حتى تعرف أيهم تتجه وتنجز أولا فيما يسمى بقاعدة باريتو بأنه 80% من النتائج تأتي من 20% من المجهود 80% من النتائج تأتي من 20% من المجهود إذن إذا قدرت أستغل هذا 20% بتوجيهها للأعمال الصحيحة فأنا أقدر أني أصل إلى 80% من النتائج حاول قبل ما تنام أنك تضع لنفسك خطة إيش الأشياء المهمة أو المطلوبة أنك تنجزها بكرة أي عمل تقوم فيه حاول أنك تجزئ إلى أجزاء حتى تشعر بالإنجاز لما تقول أنجزت 20% من المشهود أنجزت 50% أنجزت 30% بقي لي 10% لتحديد الأولويات ارجع للجدول المربع اللي وريتكم إياه اعرف إيش الأشياء المهمة والعاجلة اللي لازم تنجز هذه لها أولوية أولى أشياء مهمة ولكنها ليست عاجلة قد تكون ثاني أولوية حتى وإن كان هذا الجدول على إطار يومي يعني تقول في شيء أنا لازم أنجزه وأسهل لما قبل الساعة 12 بس هذا قبل ما أنام أقدر أنجزه إذن هو أصبح مهم ولكن غير عاجل حتى على الإطار اليومي خل الجدول في مخك وابدى رتب الأشياء وما يفضل أنها يكون على ورقة مطبوعة قدامك وتكتب عليها وتستخدمها لحيث أنه يوميا تعرف إشياء اللي لازم تنجزها وتخلصها أول هذه الأولوية فهذا الجدول يساعد جدا في تحديد الأولويات اليومية لا تحاول أنك يعني تخطط لكامل الوقت في إنجاز مهمة يعني مثلا إذا أنت تدري أنه مثلا تغيير زيت السيارة يأخذ عند المحل نص ساعة خمس دقائق رايح خمس دقائق رايح أربعين دقيقة فتقوم أي أحد يتصل عليك يقول لك ها متى بتأجي البيت تقول له أربعين دقيقة وأنا عندك وأرجع لك فأنت تركب السيارة تروح خمس دقائق فعلا أنت أخذ هناك خمس و ثلاثين دقيقة أو ثلاثين دقيقة ونت راجع خمس دقائق أنت حاسبها كده حتنصدم بالواقع بأنه في أشياء أزمات طوارئ أشياء دخلت في جدولك خلت الأربعين هالي تصير خمسين دقيقة إما زحمة إما السيارة اللي كانت قبلك المفروضة أنها يتغير زيتها طولت شوية أو لما خلص تغيير زيتك كان في واحد واقف وراك ومقفل عليك ما خلاك تطلع أخرك ثلاث أربع دقائق ذلك دائماً أعطي نفسك وقت للأزمات والطوارئ لا تعبي جدولك بالكامل بدقة عالية اسمح للأزمات والطوارئ لأنك لو ما سمحت فيها حتبدأ تشعر أنه أنا وقت جالس يضيع وقتي خارج إطار قدرتي على نعم ضروري جداً أنك تعمل حسابها لأنك لو ما عملت حسابها هي أشياء أساسية ما تقدر ترميها ما تقدر تقول مستحيل يكون فيه أشياء لا بد أنها تظهر فإذا ظهرت وأجلت أعمالك وحسست أنك أنت متأخر في الوقت بسببها حتشعر بعدم الإنجاز أنه أنا والله وقت يضاع ما قدرت أنجز والسبب أشياء طارئة خارجة عن قدرتك بذلك أعمل لها حساب وأعطي وقت لها لو فعلاً ما صارت أي شيء من هذه الطوارئ وأنجزت في وقت قياسي يعني واحد قل لك مثلاً نرجع المثال السيارة قلت له تدري ساعة وأكون عندك أو 50 دقيقة وأكون عندك وأنت حاسباً أنها 40 دقيقة طيب رحت وأنجزت كل شيء فعلاً في 40 دقيقة ورجعت أوكي أنا عندي 10 دقيقة زيادة الشعور بأنك أنجزت أفضل من الوقت المخطط له يعطيك إيحاء أو شعور جميل بأنه أنت أنجزت في وقت قياسي المهم أنك لا تعطي هذا الوقت الطارئ أو أوقات الطوارئ أكثر من اللازم لا تحسب له وقت أكثر من اللازم بس عشان تصل إلى هذا الشعور الأعمال اللي يمكن أن تقوم بتفويضها فوضها لغيرك ولكن بشرط أنه يكون عندك فعلاً شيء تنجز ما هو أنت أنفوضها عشان تتفرج على التلفزيون في أشياء ليس لها دخل بإنجازك للأعمال أو أهمية النتائج اللي تسعى للوصول لها حتى تكون قادر على التخلص أو على أن تكون خبير في إدارة وقتك أو إدارة المهام في وقتك معين أولاً تخلص من كل الأفكار الخاطئة اللي إحنا طوال الدورة جالسين نحاول أن نحن نصححها عن إدارة الوقت دائماً خل أهدافك واضحة حتى تستطيع أن ترسخ وقتك للقيام بهذه المهام دائماً ارجع للجدوى الحديق وتأكد بأن أنت ماشي على الخطة الصحيحة وماشي بالطريقة الصحيحة في حال أنك مررت بأزمة أو طارئ تعامل معه بدون النظر لأي مهام أخرى قد تعطلك أكثر إذا ركزت عليها ونسيت الأمر الطارئ تعامل مع الأمر الطارئ مباشرة وتخلصت منه لازم أنك تصبر على نفسك النتائج اللي احنا نبغى نوصل لها من جلسة زي كذا من نصائح جلسة قدمها اليوم لن تبهر في يوم أو يومين أو ثلاثة أصبر على نفسك حاول تطبق الشيء اللي جايسين نقوله مرة واثنين وثلاثة إلى أن تصبح عادة وبالتالي إن شاء الله تقدر أنك تصل إلى النتائج مهم جداً أيضاً أنقل خبراتك للآخرين الشيء اللي أنت استفدته اليوم إذا نقلته لشخص آخر هتلاقي نفسك تفكر فيه أكثر وبالتالي تقدر تطبقه بشكل أكثر في ختام حديثي عن هذا الشيء تحديداً تذكر أولاً بأن الحمد لله الله أنعم علينا بخمس صلوات يومياً وهذه سبحان الله مقسمة لليوم بشكل رائع يعني تقدر أنك تقسم يومك بناء على الصلوات تذكر دائماً بأن الدقيقة التي تذهب لا تعود لذلك لا تهدر دقيقة أخرى عشان تندم على الدقيقة اللي ضاعت تذكر دائماً بأنك يمكن أن تدير وقتك بفعالية ولا تدع هذا للظروف دائماً 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 احتسب الأجر في أي شيء أن تتسويه حتى يكون لوقتك بركة وأيضاً إن شاء الله تجدها في الدار الآخرة إذا استفدتوا اليوم لا تنسوني من دعائكم أنا سعيد بتواصلكم على حساباتي على تويتر وليوتيوب أو على قناتي على التليجرام اللي عنده أي أسئلة وأتوقع أنه في أشخاص أنا طردت منهم أنهم يعني يرجعون بأسئلة مقدمة أحياناً تتراكم الأعمال وكلها طارئة لما تقول كلها طارئة نعم كلها طارئة ولكن أيهم أولى بالإنجاز يعني لما يكون في طفل يبكي وفي مثلا مطبخ مولع نار مثلا كلها طارئة كلها الآن لازم تتصرف أيهم أولى أكيد المطبخ خل الطفل يبكي ساعة زيادة بس أخل أطف الحريقة النار المولع مثلا فحاول أن تقيم أمور الطارئة هذه وترجع لها في أسئلة جاتني في البداية وتمنيت أنها تعاد مرة أخرى علاج التسويف لأعمال أو مشاريع علاج أي تسويف أنك تبدأ في العمل ابدأ فيه بدايتك هتخليك معلك وتجبرك على أنك تستمر ضع جدول زمني وحطها في يعني حط المهام حقتك داخل جدولك الزمني وقم بتطبيقها فعليا يعني ارجع لجدولك وتطبق الشيء اللي أنت جالس تذكره في جدولك أو في عملك في سؤال ورد على النوم ثمان ساعات أو شيء إذا ممكن يعاد نعم أستاذ عقيل بارك الله فيك استمتعنا وأفتنا هذا السؤال من الأخت هاجر أستاذ عقيل لأنه النوم أكثر من ثمان ساعات مع قلة الإنجاز عدم السير على الخطة مع أنها عملتها يعني مع كوتش ومخططة للعمل تمام أولا موضوع الثمان ساعات علميا يقال بأن النوم الصحي للإنسان هي أن تكون ثمان ساعات يوميا وهذه حقيقة ولكن الحقيقة اللي اكتشفت مؤخرا هو بأن الثمان ساعات هذه يجب أن تكون مقسمة ما تكون كلها مرة وحدة يعني إما تكون سبع ساعات وساعة قيلولة أو ست ساعات ساعتين على حسب جدول الشخص هذا أولا النوم الزائد قد يكون من أحد حلولها اللي هي الحجامة أو التبرع بالدم قد يكون أحد الحلول الشيء المهم في عملية أنك تضع خطة ومع كوتش ولا يمكن أن تطبيق يعني تلاقي نفسك ما أنت قادر تطبيقها الإدارة الوقت أو تنظيم الوقت زيه زي الجيم الذهاب إلى النادي الصحي الضبط تلاقي نفسك متحمس تسوي مرة وثنين وثلاثة وبعدين تستسلم متى تلاقي نفسك مستمر وتحافظ عليه وتروح دائما لما تكون تسويه مع شخص آخر إذا سويته مع شخص آخر هتلاقي أنت تعطيه دافع وهو يعطيك دافع لذلك ما يمنع أنك تطبق مثل هذه الأمور مع أشخاص آخرين يساعدونك ويحفزونك على أنك يعني ترتب جدولك وتنظم أمورك جميل جدا أستاذ عطيل هنا يسألون عن حساباتك في تويتر في استجرام سنابشات طيب سنابشات أغلقتها أنا يعني غير غير فعال ولكن تويتر و اليوتيوب عندي قناة على اليوتيوب وكذلك قناة على التليجرام الآن حسوي شير للشاشة إن شاء الله تكون واضحة للجميع وسعيد جدا بتواصلكم أو واسلتكم في أي شيء وتمنى أن ننقل الفائدة طبعا مع الأسماء ممكن قد يكون في أحد سأل سؤال مع ملقي الدورة هنا برضو إذا غاب الأشخاص اللي معاك في العمل كيف يكون الدافعية في العمل في الإنجاز نعم فعلا هذه مشكلة يواجهها الكثير إنه إذا ما كان في أشخاص آخرين يقومون في العمل معاه يفقد الحماس و يعني القدرة على الإنجاز خصوصا مع ليش تدعك على المقاطعة خصوصا في الدراسات العلية عندنا الأعمال المشتركة فيصر عندنا مشكلة في إدارة الوقت هنا مع كثرة الأشخاص نعم صدقت في ظل الإعدام اللي نسميها القوة الخارجية الداعمة قد تكون بطريقة غير مباشرة يعني هم أشخاص وجودهم فقط يدعمك من الأشياء اللي تساعد أو يعني شيء لا يمكن أن يولد بين يوم وليلة ولكن الدافع الداخلي يعني فكرة أنه أنا بأنجز اليوم وبكرة بكون فاضي وهم عندهم شغل ترى في ناس يعني تعطيه دافع أنه أنا بقدر أنجز قبلهم وخلص قبلهم دائما ومن مهام الأساسية والأشياء الأساسية التي تعطيك دافع دائما هي النظرة المستقبلية أنا جال سأسوي هذا كل ليش عشان يوم التخرج إذن غمض عينك وتخيل نفسك يوم التخرج الشعور آخرين واثنين هذي حساباتي حساباتي في وسائل التواصل ومستعد جدا بتقديم أي مساعدة أقدر عليها طيب دكتور طبعا الموتيفيشن اللي هو الدافعية اللي هو لو أسوي موتيفيشن طالباتي وغيرهم هل هو بيساعدهم بالإنجاز أو يعتبر زي الرشوة راح تكون مدة وبعدين يطفع عندهم الإنجاز نعم الموتيفيشن هذا حتى لنفسك اعمل تحفيز لذاتك يعني مثلا لما في شيء معين لو مثلا افترضنا هذا القلم أعجبني أنا يا عقيل أقدر أعيش بدونه لو لو مو عندي عادي ما حموت ولكن أعجبني لذلك أحط لنفسي هدف معين أنه أنا عندي الشيء الفلاني إذا قدرت أنجزه في الوقت المعين أروح أشتري هذا القلم أكافئ نفسي فيه هذه نفسها كأنك أنت تعاملها مع طلابك لا عادي جدا سويها القدرة على الإنجاز أو الشعور بالإنجاز أو الإبداع في الإنجاز لا يتولد بين يوم وليلة أخلق فيه هذه الرغبة يعني فيه أشخاص يتعامل مع طفله كان يبغى طفله يحب القراءة فصار يقول له اقرأ الكتاب وإذا أنجزت إذا قريت الكتاب كامل ولخصته لي في ورقة واحدة طبعا يجيب لك كتاب 20-30 صفحة يقول له إذا لخصت لي في صفحة واحدة بعطيك 50 ريال مرة مع مرة مع مرة مع مرة بعدين مرة دخل على ولده الغرفة تفاجأ أنه الولد صار ماسك كتاب وزالس يقرأ قال له هذا وش موم أنا ما أعطيتك الكتاب هذا قال لي بس أني شفته في المكتب وعجبني قال طيب ممتاز شفت موضوع 50 ريال هذاك على الكتاب قال لي وقال ترك أنسالنا ما عدفي شكرا لأنه اللي أنا أبغى أوصل له وصلت له أعطيك دافع وحافظ لأنك تقرأ وصلت له ما عدفي خلاص فلوس هدية ما فيه الولد هل توقف عن القراءة لا استمر فخلق العادة لا تجي مرة أو مرتين بالعكس أخلق الدافع وسيصل يعني سيصلون بإذن الله رائع جدا أستاذ عقيل أعجبني هنا كلمات لسوزان من لديه رؤية وتخطيق وأحلام وشغط لتحقيق الأحلام مستهدفة لن يجد وقتا كافيا للإنجاز في صارع ويأمل أن يجد وقت أوفا وش رايك دكتور توافق ولا لا كلمة لن يجد وقتا كافيا للإنجاز لا اللي عنده رؤية وتخطيط وأحلام المفروض أنه جميع هذه الرؤى وجميع هذه الخطط كلها تصب إلى هدف واحد فقط أي كان حتى لو كان هذا الهدف هو السعادة الذاتية إذا قدرت أنك توحد الهدف إلى كل شيء أنت جايز تسويه إلى هدف واحد رح تنظم وقتك وترتب وقتك بحسب أولوية الأشياء اللي تساعدك في الوصول إلى هذا الهدف إذا اختلفت الأهداف اربطها بطريقة أو بأخرى وصلها إلى أن تصبح هدف واحد زي ما قلت حتى لو كانت السعادة الشخصية إذا قدرت توحد هتلاقي نفسك تسوي كل شيء تقدر عليه وتنظم وقتك عشان تصل إلى هذا الهدف الوحيد هناك أهداف ثانوية صحيحة أنا نحتاجها عشان نوصل للهدف الرئيسي ولكن لا تخلي تركيزك عليها بحيث أنك تنسى الهدف الأساسي قد يكون هناك أحيانا طرق مختصرة تساعدك في الوصول للهدف النهائي وتلاقي نفسك تاركها لأنه عندك هدف ثانوي تبغى توصل له في النهاية حيوصلك للأخير بس أنت ضيعت وقتك في شيء كان ممكن أنك تتفادى وتصل إلى هدف النهائي لذلك مهما اختلفت رؤاك وأهدافك وأحلامك كلها وحد الهدف حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة بإذن الله رائع جدا ووصلنا الحين إلى ختام لقائنا وهبت ما شاء الله يا دكتور حسن الأسلوب والإقناع ما شاء الله تبارك الله الله يرفع قدر ما حسينا بالوقت استمتعنا في كل دقيقة في صراحة في كل ثانية طرحتها أما في الختام أشكر لك سيد عطيب بارك الله لك في وقتك وجهدك الشكر لكل من حضر وأعطانا من وقته نتمنى أنكم استفدتوا وفعلا استمتعنا يعني صدقا استمتعنا متعة وفائدة عظيمة أخيرا كل الشكر لمبادرة عطاء التطويرية التطوعية على جهودها الجبارة التي تخدم كافة شراح المجتمع ولنا لقاءات قريبة إن شاء الله شكرا أستاذ عطيب نعم تفضل أنا أبغى أشكرك شخصيا الله يعطيك العافية شكرا لتواجد كل جهودك ولمبادرة عطاء التطويرية ومثل ما أحب أختم دائما في جميع لقاءاتي ودوراتي أختم بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه وقال قبل أن يقوم مجلسه ذاك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان بمجلسه ذاك فأختم أقول وقول معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك جزاك الله ألف خير أستاذ عقيل وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله لانت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر